طيب الخبر اللي جاي ده وراء حكاية وراء ايه حكاية كلمت فيها اكتر من مرة بس اعيدها تانش اتحاد الكورة اصدر بيان بينفي فيه انباء تعيين سمير عثمان رئيسا للجنة الحكام بس هو في حقيقة الامر ان اتحاد الكورة مازال مهتما بسمير عثمان او الكابتن سمير عثمان رئيسا للجنة الحكام وان يكون كلاتنبرج هو مستشار رجنة التحكيم ده ليه عشان شايفين ان كلاتنبرج الفترة الاخيرة او من اول ما جيه مش فترة خداية او من حاجة شابه فيه فترة اخيرة من الفترة الاولى فيه اجازات كتير لكلاتنبرج فده مدايق شوية اتحاد الكورة ده الخبر بتاعنا بس انا هقولكوا رأي كده كده اتحاد الكورة كده كده اتحاد الكورة مش لايدي ده عليه كلاتنبرج مش مبسوط كلاتنبرج مش مريحلي اللي جايب كلاتنبرج حازم امام فكلاتنبرج ده بتاعبيه بتاعزم امام لوحده الباقي لا فيه مضط على مضط كده استحمل كلاتنبرج في اتحاد الكورة فالناس مش مستحمل له حاجة ومن الاخر كده ومن الاخر كده كابتن سامير عثمان وهو شخص محترم وراع جدا جدا او اي اسم تاني مرشح للمنصب ده دلوقت في اتحاد الكورة فلو في اسم مرشح للمنصب ده في اتحاد الكورة فالسبب انه يدايق كلاتنبرج فتجيب له مدير فني مصري كبير وتقول له صده هيساعدك انت بتديله كدف كده عشان كده كده مش هتلاقوا خبر بيقول ان اتحاد الكورة يقيل او يستغنع عن كلاتنبرج كلاتنبرج لو مشي من عندنا فهيمشي بالزق قول انت اللي ماشي قول انك زهقت ومشيت بس مشي احنا اللي مشيناك مش محدش ينوم علينا بس جايبين راجل وعينيك خبير اجنبي وواواوا ووا وفي الاخر يمشي بسرعة كده فهو ايه في محاولة زه وفي محاولة مقاومة يعني في محاولة مقاومة انكلاتنبرج يكمل من الناس قولوا ايه ده اوي الفكرة في ايه يا جماعة وانا قلت الكلام ده وهكرر له تاني سيبونا نجرب سيبونا نجرب سيبونا نجرب جربنا كل حاجة كل حاجة في لجنة الحكام دي سيبونا نجرب خبير اجنبي هتقول لي يعني انت عاجبك اللي بيعمل اقولك لا مش عاجبني بس اتمنى يكون ده كان باتفاق من الاول واعطاك اللي هو كان باتفاق من الاول مش عاجبني الاجهزات الكتير انا عايز يقعد معنا كتير ويشوف مشاكلنا ويشوف التفاصيل ويشوف من تحت اوي ما ياخدش الامور من الكشور يشوف تفاصيل كثيرة في موضوع منظومة الحكام دي فده مش يحصل لما يعيش معنا اوي يشتغل الفول داي زي يقول ما يشتغلش بارتايم يشتغل فول داي يجي من اول يوم يفتح اتحاد الكرة يقفل اتحاد الكرة تعدى عليه كل المشاكل ما يعديش علينا كده يبص علينا ويمشي هو طبعا في كاس العالم يمواخد اجازة عشان خاطر يحلل مباريات كاس العالم وقت ما هيكون فيه مباريات في الدوري المصري كل حاجة تحسها عندنا لازم تعمل كده لغبطة كده ومش عايزة اقول كلام تاني يعني بس هي لغبطة وخلاص مش عايزة اقول كلام ده متقيل يعني مهم يعني ان شاء الله يكمل وينجح بإذن الله ده الملخص يعني ملخص المفيد